انتهينا من الحديث عن الوسائل الوقائية الآن لا قدر الله وقع الزوجين بإحدى المشاكل تم الوقوع في المشاكل كيف يمكن حل هذه المشكلات؟ أول شغلة على الزوجين أن يجلس معا ويتحدثها بالقول الطيب والكلمة الطيبة والنقاش الهادئ يتم التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى وشو الأشياء المترتبة على هذا الخلاف واجب على كل منهم هذة مثل ما تحدثنا سابقا أن يصبر كل منهما على الآخر لماذا يصبر كل منهما على الآخر حتى يحفظوا المودة وحفاظا على مصلحة الاسرة نفرض أنه ما استجاب الزوجين للقول الطيب ننتقل إلى ماذا؟ استشارة أهل الخبرة والإصلاح ممن يثقان به لمحاولة الإصلاح بينهما روح على حد حكيم أهم شيء الحكمة في ذلك حتى أنه ما يتم ظلم أحد الأطراف ما استطاعوا ذلك؟ يلجأوا إلى ماذا؟ يلجأوا إلى القضاء من قبل القاضية تم تحويل الزوجين إلى مديرية إن موجودة هنا تسمى بمديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء طبعا هي تعمل تحت مبدأ هذه المديرية تعمل تحت مبدأ التراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق بعد ذلك يتم تحويل حكمة المعاكينة يتم تحويلهم إلى مديرية الإصلاح بعد ذلك إن لم يتم التوفيق بينهما يصار إلى التحكيم هذه النقطة الرابعة يصار إلى التحكيم كيف التحكيم يكون؟ يتم تعيين الحكام حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج طبعا هؤلاء الحاكمين أو يشترط فيه الحكمين إنهم يكونوا مسلمين بالغين عاقلين عالمين بالأحكام الشرعية وهم شيء إنهم ما يظلموا أحد الأطراف يعني أن لا يميل الحكم الذي من طرف الزوج إلى الزوج وأن لا يميل الحكم الذي من طرف الزوجة إلى الزوجة بعد ذلك عنا يتعرف على أسباب الخلاف بينهما ويتم إن شاء الله معالجتها طب نفرض إنهم ما تم معالجة الخلاف بين الزوجين من قبل الحكمين يلجأوا إلى ماذا؟ يلجأوا إلى الطلاق المفروض أنه يتم المرور بكل هذه الوسائل اللاجية للمشكلات الزوجية طبعاً الإسلام لماذا شرع الإسلام الطلاق؟ شرع الإسلام الطلاق تخلصاً للزوجين من حيات فقدت مقاومات استمرارها وتحولت من طمأنينة وسكينة لكل الزوجين إلى شقاء مستمر بدنا نعرف أن الطلاق عنا أو قبل الطلاق بدنا نعرف أن هذه المشاكل تؤثر في نفسية الأطفال إن وجد أطفال تؤثر في نفسيتهم وتؤثر أيضاً في شخصيتهم بنفس الوقت أعطى لإسلام الزوجين فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح طبعاً بدنا نعرف لو تم الطلاق فيما بين الزوجين طبعاً وللطلاق أحكام كثيرة ستتعرفوها إن شاء الله في الصف التوجيهي بالتفصيل لكن فرضاً تم الطلاق بين والتفرق ما بين الزوجين وحب أنهم يرجعوا مرة تانية ويستمروا في الحياة الزوجية يستطيعوا ذلك ويستطيعوا ذلك بأن جعل الإسلام الطلق على ثلاث مرات يعني مش مجرد الطلقة الأولى تطلق الزوجة مطلقاً وتحرم على زوجة إنما عنا على عدة مراحل وهذه المراحل ثلاث مراحل يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مراتان في عمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان يعني المفروض إنه يمسك الزوجة يمسك الرجل الزوجة عنده وتبقى في بيت الزوجية معززة مكرمة أو حتى ماذا أو يتركها بإحسان نعرف نقطة مهمة للأسف إنه مرات الزوج والزوجة لما تصر بناتهم مشاكل بتم من بعض الأزواج أن يفتحوا خصوصيات الخصوصيات العائلية التي بينوما ممكن إنه على فكرة الموضوع يعني أفضل وأوسع مما الناس بتتخيلها المفروض إنه إذا التنين شافوا حالهم مش وفاق ما في توافق فيما بينهم ومشوا في وسائل الوسائل العلاجية للمشكلات الزوجية بالترتيب أن يتم الطلاق بسهولة ويسهر دون تشويه سمعة كل منوما للآخر ما حفظ بقاء طبعا أهم شيء حفظ الخصوصيات العائلية إن وجدت